ابتعاد الرجل عن زوجته وعدم مخالطتها بدون طلاق والهجر نوعان هجر تأديب وهجر تعذيب الهجر التأديب ما سنتطرق إليه اليوم إن شاء الله أما هجر التعذيب وهو أن يعذب الرجل زوجته يعني زوجة مطيعة جميلة قائمة بحق زوجها عندها حسن المعاشرة فيقوم الرجل امتناعي عنها وعدم مخالطتها يعني هل هذا نعم للانفصال لا يعذبها يعيش معها في البيت ولا يقربها ولا يكلمها وهي قائمة بكل معاني الزوجية قائمة بخدمة البيت قائمة خدمة الزوج بس هم بهذه الطريقة نفصله هذا يسمى التعذيب هجر التعذيب هذا حرام شرعا وهذا ترفع عمرها إلى القاضي والقاضي ينظر في أمرها أما هجر التعذيب وهو أن يؤذب الرجل زوجته التي خرجت عن حدود الزوجية زين أكو يعني بين هذا وهذا مدة معينة هو للتعذيب والتعذيب إذا كان يريد يعذبها يعني كم يفعل عنها مثلا لا هو التعذيب هجر التعذيب هي مرأة قائمة بحق الزوجية وهو يريد أن يعذبها ترفع عمرها إلى القاضي فالقاضي يأمره إما بمراجعتها أو طلاقها زين دكتور برأيك أو برأي الشرع متى يلجأ الزوج إلى هجر زوجته؟ شون الأسباب؟ يلجأ الزوج إلى هجر زوجته إذا نشزت بهالحالة شون تعريف المرأة أو زوج الناشط؟ النشوز هو باللغة الارتفاع نشوز المرأة هي المرأة التي تتعالى على زوجها أو تترفع على زوجها فتتمنع عن آداء واجبها وتتسخط ولربما تصل إلى الإساءة إلى الزوج بالقول والفعل فإذا خرجت المرأة عن المعتاد وخرجت عن هذه الحدود كامتناع الزوجة عن القيام بحق الزوجية عدم طاعة الرجل، ترفض الاقتراب من الرجل إهمال البيت، إهمال الأولاد الخروج المتكرر من البيت بدون أذن وبدون حاجة أو تسترجل على الرجل تخاطبه بكلمات نابية تبدأ مثل ما تقول تغلط عليه تسمع كلام مجميل فهنا نشزت المرأة هذا تعريف المرأة أو الزوج الناشط؟ التي تترفع عن زوجها بس الأسباب أو هذه العوامل التي ذكرتها يمكن أن تتفقونوا يا يهواي ونشوفها تصير من قبل الرجل همينة؟ صحيح هناك مصطلح اسم الزوج الناشط أو هذا شيء موجود ما الحالة يحق لمرأة؟ طبعا يعني لا شك أنه كما للزوج هجر زوجته يجوز للزوجة هجر زوجها بنفس الأسباب وهو خروج وتكرر تعالي بالقوة أو الضرطة؟ لأنه هو عليه عند الولاية أما تحقيق مصلحة أو جلب منفعة يعني مثلا الرجل يتعاطى المخدرات يتعاطى المسكرات عنده علاقات مع نساء ما يصرف على البيت ما يقوم بحق الواجبات الزوجية ما يقوم بحق أولاده نفس الفكر نفس العوامل هنا المرأة لا تقترب من زوجها وتهجره ولكن بشروط هي الشروط أولا عدم ترك البيت للرجل والمرأة ولا بس للمرأة؟ للرجل والمرأة للاثنين المرأة الرجل يهجر فراش يعني حتى علماء الشراء قالوا ينام معها من نفس السرير ولكن يتجنب معاشرتها المرأة كما قلنا بشروط أنه لا تترك البيت الثاني شيء تقوم بحق الزوجية يعني من مأكل ومشرب وخدمة للبيت والأولاد عدم تشير بالزوج وكذلك الرجل عدم تشير بزوجته يعني بعض النساء تشاهر بزوجها فعل كذا 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 كما تعلمون أن السر المرأة والرجل إذا خرج من بينهما خلص أصبحت الحياة لا تطاق شكرا لك دكتور على هذه المعلومات القيمة ترجمة نانسي قنقر